يقال إن أحمد بن خضروي قدّس الله سرّه وحدّثتكم عنه قبل أسبوعين الولي الصالح الذي عُمر قريباً من مئة ابن خضروي رأى في المنام وسمع قائلاً يقول كلهم يطلبون مني وأبو اليزيد يطلبني وأبو اليزيد كان شيخ أحمد بن خضروي هذا هو الفرق ولذلك ذكرت لكم غير مرة يا أحبتي إخوتي وأخواتي أن الله تبارك وتعالى لما امتن على بني إسرائيل قال اذكروا نعمتي التي أنعمت دائماً اذكروا نعمتي التي أنعمت وحين امتن على هذه الأمة ماذا قال فاذكروني لا إله إلا الله الله أكبر ما أشرف هذه الأمة اللهم اجعلنا منها اللهم اجعلنا من حقيقة أنكم من هذه الأمة قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لم يذكرنا لا بالمن ولا بالسلوان ذكرنا به لا إله إلا هو فشيخنا أبو حامد يقول معظم العاملين ونواياهم صحيحة وقصودهم صحيحة وسليمة قال ومعتبر شرعا لأن قالهم طلاب ماذا طلاب بطونهم وفروجهم بد الجنة يوكل يشرب ينام وينكح الحور العين قال أما أعز شيء على الإطلاق أعز شيء على الإطلاق هو أن تطلب الله لله لا إله إلاه وأن تعبده توقيرا له وحبا له وخشية وتعظيما لاستحقاق ذلك في جنة ما في جنة في نار ما في نار هو يستحق ذلك لا إله إلاه يعني لو ما كان في جنة ما باستحق باستحق العبادة إلاه لو ما في نار ما باستحق الخشية الملائكة تعص الله يا أخواني لا يعصون الله ما أرهم لكن إيه يخشون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون بخافوا الله لأن الله يعني ما في ملك حيخش النار صح الآن السؤال طب لماذا هذه الخشية أيتها الملائكة لأن الله حقيق أن يخشى لا إله إلا هو صاحب المقام الأجل الأعز الأعظم الأكبر الأفخم لا إله إلا هو فأبو حامد قال لك إيه إذا بدك أخلص النيات وأرفع النيات وأعز النيات احرص أن تكون نياتك ماذا عبادة الله لأجل الله لا إله إلا هو لا طالبا لدنيا ولا طالبا لجنة ولا خوفا من نار على أننا نطلب الجنة ونخاف النار طبعا العنبياء طلبوا الجنة وقابوا ولكن النية قبل ذلك وبعد ذلك لأنه يستحق لا إله إلا هو أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروا شكرا للمشاهدة